هذه الزيارة والسياسة المصرية الخارجية بصفة عامة التي ما زالت تبلور نفسها بعد 30 يونيو أولا عايز نسمع تقييمك عن الزيارة بعد 3 يام زيارة مكثفة فيها نشاطات كثيرة لكن أنا قلت يمكن في مقدمة البرنامج أنه العلاقة الجديدة التي تجمع ترامب السيسي تحديدا أراها مختلفة أراها يعرف أنا سمتها حب من النظرة الأولى جمع ترامب والسيسي مش عارف ده يمكن وصف الشخصي ولا يمكن تتفق معي عليه ليست هناك مصالح دائمة عفوا ليست هناك أعداء دائمين ولا أصدقاء دائمين صحيح لكن هناك مصالح دائمة مظبوط دي القاعدة السياسية التاريخية التي ينبغي أن تضع في الاعتبار وبالتالي ينبغي أن يكون في إدارتنا وإدارتنا الخارجية مفهوم المصلحة أين المصلحة نحن نعمل لها إذن أعملنا هذه القاعدة على أنا جايزة أكون ضد يعني مش ضد أبدو كأني مغاير نسبيا لحالة الفرح الشديدة وبالعكس أنا شايف أن تطور علاقات الموصل الأمريكية في هذا الموضوع مسألة غاية في الإيجابية ولكن ينبغي أن نظر إليها تستثبر العلاقة دي على قواعد المصلحة بذبت بهدوء بهدوء بعقل هناك البعض يرى أنه إحنا إزاي نراهن على ترامب ترامب هو نفسه في حالة من الحالات يمكن أن ينتهي أو أنا ضد هذه المسألة الأقصى إذا كانت هناك علاقة شخصية مميزة بين الرئيسين فينبغي استغلال هذه العلاقة إلى حدها الأقصى صحيح وإذا كان هناك ترحيب وحاجة أمريكية للدور المصري في هذه المرحلة فينبغي استغلال هذا الوضع إلى حده الأقصى ولكن نيجي هنا للنقطة الثانية كيف يمكن أن نستغل هذه المسألة وده هنا الدور اللي بييجي علينا هنا في المرحلة دي الإدارة الأمريكية الجديدة هي إدارة لسه في أيامها الأولى لم تتم يومها المائة بعد صحيح وبالتالي هي في مرحلة تطوير أو صياغة مواقفها تجاه المناطق المختلفة أنا أعتقد وأتمنى أن يكون هذا حدث ويحدث أن مصر تبلور الخيارات الممكنة في المنطقة والحلول الممكنة في المنطقة لكي تقنع الطرف الأمريكي في العلاقة الجديدة التي تبنيها